كيف يركز جعلك؟ لا تحتي، لا تحتي، ركز صح؟ نعم نشاهد نشاهد بظهر هذا هو vegan يا جباعة، هذا ما هو القناة، هذا هو اللي يدفع الفلوس هذا هو العمي والله، هلا عمي والله، خلا بوسك، والله دورنا عمي هلا بطش، هلا برش، هلا بماء الورد اللي بالامرش، تعال 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 حياك عمي، حياك استريح عمي استريح، أنا أضفلك الكرسي أفعليك نظف الكرسي أفعلي، ريح عمي ريح، تفضل استريح، استريح عمي هلا بالعمر فهد، هلا، هلا عمرك خمس دقائق وطلع عين هوا إن شاء الله هاول أطلع روحك هنا، هلا عمي، تعال 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 حياك عم فهد، نعم عن إذنك طال عمرك، أنا أذهب إلى الفتياء، هيا نعم، هشوفك بالشاشة تستاهل، إن شاء الله، يا أبو حمد، سبط عمرك، الله يخليك الخدامات بالحمام وخدم المطعم هالأبد أن يطعك، بطعا ظهير، mau أطلع د t spraying ماة طالعلك؟ أتذكرم، سيشد the chicken nuggets أمسطد؟ أمسطد؟ ، ق righteous حسناً! 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 يلاً! عندنا نستعد إن شاء الله نطلع هواك؟ يلاً! يلاً! تفضل الساب! لا الله يا أخي! أعزائي المشاهدين، سرنا اليوم استضافة سيد فهد البخملي وهو رجل أعمال كبير وفعالية مؤثرة من فعالياتنا الاقتصادية ومسؤول كبير في الجهاز الرسمي يلاً للساب فهد أهلاً وسهلاً فيكم وأنا سعيد جداً وجودي بغناة هم أفهم الغنات اللي تطرق حد مشاكل المواطنين وواقع الشعب المرير نعم نعم أستاذ فهد انت سمعت رسالة المشاهد والمواطن الصالح بصالح ما رأيك باللي قال والله شوف مشكلة المواطن بصالح ترى ما هي مشكلة كبيرة والمواطنين المعرضين للسجن ترى ما يتعدون الثمانية بالمئة يعني الحالة مطمنة مطمئنة لا يسأل أرجو أن يسأل جميعاً يا أستاذ فهد ثمانية بالمئة من شعب عدد مليون يعني ثمانين ألف مواطن وش معنى يعني عادي ترى يعني عندنا حنى السجون تكفي هذا تستوعب هذا الاعداد عادي حبيبي احنا هم شي عندنا ان المخمليين ما يتعرضون لحق شيء يا أستاذ فهد ثمانين بالمئة ثمانين بالمئة مهدد بالسجن يعني لو كل واحد وراء عائلة من أربع أفراد بس يصير المجموع ثلاثة وعشرين ألف مواطن مهدد بالضياح يا أستاذ فهد يا حسوا عدد حكني طراقه حسن لا تخليني أدخر شعرك بطراقه الحين احترم نفسك وطالع منك أتكلم حاضر حاضر يا أستاذ عفوا عفوا عزيزي المشاهدين طيب أستاذ يعني هل ثلاثين وعشرين ألف مواطن يمكن يسرون خمسمائة ألف بعد شمسنا عادي حبيبي عادي أهم شي عندنا المخمليين ما يتعرضون حق شي أهم اللي يحركون الاقتصاد بالبلد والشعب الشعب قوة البلد الشرائية الشعب غير شرائية الشعب يبقى خلهم خلهم مشاكلهم إن شاء الله ماكلوا خلهم يأكلون بلاليط ومعكرونية ويشربون سانكست أهم شي عندنا المخمليين أهم اللي يحركون الاقتصاد بالبلد يا أستاذ فهد شنو سانكست بلاليط يا يبقى شنو الحل برأيك للمواطن محتاج المدون اللي يدوكل أهله والردنا على المواطن والفغير يبقى الحكومة ممقصرة بكل شارع وبكل عائر حطت لهم لجان خيرية وجمعيات خيرية لا وفوق هذا بيت الزكاة يلا من فضلك أول ما تدش تدقل ظروفك وتشرح معاناتك وتفضح أهلك تفضح عليك خمس زنانير صاروخ لا حول طيب أستاذ وصلتنا الرسالة عبر تويتر تقول تقول لماذا لا يوجد تكافؤ فرص بين جميع المواطنين يعني لماذا المخمليين وهم الذين لا أخذوا كل شيء يا أستاذ فهد يبقوا لنا ترعاد يا عم صختوها ألفك بالبشت وطير فيك ترمصك فهد حاضر حاضر تموحة يا أستاذ فهد أنا ليس قادر يعني لا تجعلني أخرج الكتشف ورش عليك حاضر 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 ايدي أكبر منك سموحة 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 نأخذ اتصال أخذ اتصال أفكني لمردقك هنا نأخذ اتصال ونقول ألو 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 يا هلا أخوي تفضلت على الهواء يا سفاني حسون مع المتياج حسن فديق الفرنام يا هلا فيك يا أخوي تفضل أستاذ فهد معك يسمعك أولا أرحب قناتكم الجميلة التي طول عمرها تشكي كل هموم المواطنين نعم والراحب بالأستاذ فهد المخملي الذي طول عمرها تغرق الديرة كلها بخياراته ومنعم اقتصاد البلد شكرا أخوي شكرا أخوي أعطى تشيك أعطى تشيك يستاهل يستاهل مسكور عمي يستاهل شكرا أخوي يستاهل يأخذ الاتصال آخر ألو ألو يا هلا أخوي تفضلت على الهواء نسمعك ألو السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا هلا أخوي ممكن أشارك أكيد تفضل ماذا تفضل تفضل أخوي الأستاذ بهد يسمعك أنا بالنسبة لبرنامجكم طبعا أحب أقول شغلة لأن عام 1994 الحكومة شرت المديونيات الصعبة من كل المخمليين صحيح والأخ المخملي كان واحد منهم فأنا أبي جدام الناس بالشاشة يقول أنه لم يكن لأنه أنا متأكد أنه كان واحد منهم الذين استفادوا من المخملي يا أستاذ اقطع الخط لا تقطع الاتصال لماذا؟ لا تقطع الاتصال لو سمحت لا تقطع الاتصال لحظة يا أبوه نحن في بلد ديمقراطي هناك رأي و هناك رأي آخر نحترم آراء بعض يا أخوي يا أخوي يا أخوي أتمنى أن أتكلم مع مدير القناة لو سمحت من هو مدير القناة؟ الأستاذ فهي عبدالله العتيبي المخرج من هو؟ عبدالله العتيبي عبدالله مدير القناة؟ نعم الآن صار مدير القناة؟ نعم بطول عمر الشرطي هذا وضابط المساعدة نحن لا يوجد مسرحية لا يحدث دور شرطي أو ضابط هل يحدث مدير القناة؟ كيف هو مدير؟ يعني حتى حب في الفلوجة شرطي بالعلاق بعد هم بعد شكرا يا أخوي شكرا على اتصال وصالة الرسالة مشكور أخوي مشكور أخوي نرجع مرة ثانية إلى أستاذ فهد أستاذ فهد سؤال أخير قسم بالله أسألت سؤال بثل ويك لا أقطك بره القناة أسأل سؤال سلح يلا خلص لعاد أستاذ فهد دهن العود الطيب هذا الحلو هذا الذي تارس هالستيديو من أين يا أستاذ؟ شميته؟ يا شنال أكيد حاضرين نعم تبي مننا حبيبي؟ نعم حبيبي عقب منك حاضر هذا حبيبي يا يبينة لي من بورمة على فيل ما وصل فيل الكويت إلا هو أحمار ما شاء الله حاضرين حبيبي ما يصير خاطرك إلا طيب نعم مر علي الليلة شكرا شكرا لرجل أعمال كريم شفيك حبيبي والمواطن الصالح بصالح أعزاء المشاهدين مع لقاءات أخرى مع مواطنين آخرين مخمليين استراحة ربع ساعة وردي لكم ترجمة نانسي قنقر proto